تربويا دائما حلقة متسلسلة تخدع لها أوراق البكالوريا مباشرة عقب الانتهاء من عملية التصحيح من الإخفال والترويز قبل التصحيح إلى التجميع حساب المعدلات وإعلان النتائج بعد التصحيح الذي انتهى يوم التاسع من جميلة تفاصيل هذه العملية معها جسليل يتساءل العديد من المواطنين عن عمليات تصحيح أوراق البكالوريا ومكانها عملية يتكفل بها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والذي يتفرع إلى ثماني مراكز عبر الوطن كل مركز به مركزين تجميع وأربعة مراكز تصحيح لكل مركز تجميع منها تخرج أوراق ممتحني شهادة البكالوريا وإليها تعود فماذا يحدث بالضبط في كل خطوة؟ تم إجراء الامتحانات يبعتونا الأوراق المزدوجة وإحنا المهمتنا هي نقلع هذا الاسم اللقاء بوراق من التسجيل ونعوضوه برقم إغفال نوزع الأوراق المزدوجة إلى مراكز تصحيح مثلا إذا اختنات شعبة معينة علوم تجربية علوم تجربية عندها عدة مواد هذه المواد نوزعوها على ثلاثة أو ربع مراكز تصحيح ونطلعوه هنا بأنفسنا إلى الجزائر العاصمة إلى مركز التجميع وإعلان نتائج لنسلموا الأقراص المضغوطة إلى مهندس مركز التجميع وإعلان نتائج يدن بي حفظ بيانات نقاط التلميذ بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ثلاث عمليات متوالية وكل واحدة محددة بأجل لتدخل بعدها مرحلة صب النقاط وحساب المعدلات لازم احترام من رزنا مرحلة عندنا رزنا مرحلة إرسال الملفات 2 جوية تحيط تانية يكون قبل 7 جوية وتسليم القرص المضغوط يد بيد إلى مركز الأعلان يكون يوم 8 أو 9 آخر أجل هو يوم 9 جوية صباحا لحساب المعدلات المترشحات وإعلان نتيجة نسبية أولية في مركز إعلان نتائج تسخير موارد بشارية ومادية ضخمة من أجل إنجاح مهمة تصحيح كل أوراق البكالوريا وضمان إعلان النتائج النهائية لما يقالب مليون مترشح قبل 15 جوية القادم